أهلا ومرحبا بكم إلى حوار اليوم الذي يطل عليكم من الفضائية السورية عبر المركز الإخباري وأسمح لنا أن نصطديف الأستاذ خالد عبود عضو مجلس الشعب أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد وأبدأ معك مباشرة من آخر ارتداد للمشهد السوري وهي ارتدادات كثيرة بالطبع ولكن سوف أبدأ من لقاء أردوغان أوباما اليوم وكم هذه التصريحات التي صدرت من كليهما في المؤتمر الصحفي ما الذي دفعهما لمثل هذه التصريحات عظيم بداية اسمحي لي أن أتوجه لك بالتحية لفريق العمل لهذا المنبر وللسادة المشاهدين جميعا بتقديري بداية لابد أن نعود إلى الخلف قليلا إذ أن هناك جملة متغيرات استراتيجية حصلت على المشهد السوري تسألين ويسأل السادة المشاهدون أين هذا المتغير الاستراتيجي؟ المتغير الاستراتيجي هو بالضبط عند مفصل العدوان على دمشق عندما حصل العدوان على دمشق هذا هنا كان لابد من أن يحصل متغير استراتيجي المتغير الاستراتيجي كان يمكن أن يقوم على احتمالين يعني باتجاهين هناك احتمالان لهذا العدوان هذا العدوان لابد من أن يحدث تغير استراتيجي وليس كما يصدر له على انه تم استياد هدف او والله ان هناك مخازن اسلحة سوف ننقض عليها باتجاه دمشق اعادة الامساك بزمام الامور ليس كذلك وانما بالضبط ارجو ان يتم الانتباه لمفرداتي هو ان هناك تغير او متغير استراتيجي في حالة الاشتباك في المفصل السوري بهدوء شديد خلينا نتابع شو معنى هذا العنوان واحد معلومة هل تفاجأت القوات المسلحة السورية بهذا الهجوم هذا سؤال لو تفاجأت القوات المسلحة او القيادة السورية بهذا الهجوم على دمشق هذا في تقديري لم يتم التوقف عنده وبالتالي مطلوب منه ان نتوقف عنده انا في تقديري الان ليس في المعلومة في التحليل انا في تقديري ان القيادة السورية لم تتفاجأ بهذا العدوان واستطيئا اضيف على ذلك ان القيادة السورية كان لديها في تقديري هنا انا في التحليل كان لديها بعض المعطيات حول طبيعة هذا العدوان وحول اهداف هذا العدوان كان هناك الاحتمالان التاليان لهذا العدوان هو اما ان تردي علي بعدوان اخر اي عدوان بعدوان اي مناكفة في العسكرة تضعين مجموعة من الاهداف وهي موضوعة وكان يمكن ان تردي على هذا العدوان انا اشم رائحة على النحو التالي ان القيادة السورية اتخذت الاحتمال الاخر وهو اللا ترد على هذا العدوان بعدوان تكتيتي وانما ادركت ما هو الهدف الاستراتيجي من وراء هذا العدوان تعالوا نشوف شو الهدف الاستراتيجي للعدو من وراء هذا العدوان انا وكان هناك سخونة على كل مداخل دمشق لجهة الاكتاف الريف ووجدنا ايضا حتى في الاماكن التي تم على الاكتاف الضيقة للاماكن التي تم استهدافها ان هناك اشتباكات حصلت انا لدي بعض المعلومات التي تقول بان هذا العدوان كان يحمل عليه العدو الصهيوني وليس وحيدا ان هناك متغيرا استراتيجيا سيحصل على الارض لجهة احتلال دمشق ليس وحيدا من جهة من عفوا ليس وحيدا من جهة من عظيم هذا سؤال رائع الاسرائيلي لم يضع عفوا لم يتخذ القرار وحيدا لجهة الانقضاض على جملة هذه الاهداف واضعاف اكتاف دمشق لم يكن وحيدا يعني مو اسرائيل يتصرف لحاله فالصباح طلع معه بده في مجموعة اهداف بده يضربه او انه سيرسم لما هو استراتيجي وحيدا لا عندما نتحدث في الاستراتيجية في ظل هذا الاشتباك المركب نحن نقول بان الاسرائيلي ليس وحيدا بمعنى اخر الامريكي لديه معلومات ومعطيات حول طبيعة العدوان ووافق الامريكي على ذلك هلأ هلأ بل لك ليش وافق واكد لك انه وافق ليس في المعلومات وانما في التحليل هلأ العربان لديهم بعض المعطيات تتحدث عن طبيعة هذا العدوان ثلاثة التركي يعلم ان هناك عدوانا على دمشق لكن ليس عدوانا من اجل العدوان اي لاهداف وانما هو عدوان لتغيير قواعد اللعبة كيري كان بعد ساعات سيلتقي القادة الروس تذكروا ذلك جيدا هلأ وضعوا خطة هذه الخطة تقوم على استهداف اكتاف دمشق اي اضعافها في لحظة الاضعاف ذاتها والاشغال اشغال هذه الاكتاف وهم يدركون جيدا ماذا تعني اكتاف دمشق في لحظة الاشغال لحظة الاضعاف بطبيعة العدوان ذاته وبالطاقة الطاقة التفجيرية للعدوان يتم اضعاف بوابات دمشق فتدخل من؟ تدخل المجموعات المسلحة باتجاه دمشق يعني عندما يهتز الكتف الشمال الغربي لدمشق لاحظي بهذا العنف الذي يمكن ان يبيت له قولا واحدا ان هناك اطرافا اخرى سوف تضعف هذا بحساب من؟ بحساب ليس الاسرائيلي فقط كما اراد البعض ان يصدر لا هذا بحساب الامريكي وبحساب الاسرائيلي ومن الى جانبهم جميعا ما الذي حصل؟ اولا في تقديري هنا انا لا اقول في المعلومة في تقديري ان السوريين لديهم بعض المعطيات فوضعوا احدى استراتيجيتين احدى ردين اما ان يضعوا استراتيجية احتضان للضربة القدرة على احتضان الضربة احتضان الصدمة امتصاص الصدمة لاحظي او ان يردوا مباشرة بطاقة نارية مقابلة اي مجموعة من الاهداف بالبحر الابيض المتوسط على المستوى البحري او باهداف داخل كيان العدو الاراضي العربية المحتلة السوريون في تقديري انهم نجحوا واداروا المعركة في لحظتها بكفاءة عالية اولا يعني انا بالمعلومة البسيطة هلا مو من القيادات لا بتنزلي بين ابنائنا في القوات المسلحة يقولون ان هناك شيئا يومها يقولون ان هناك اشارة جاءت لديهم تتحدث عن ان هناك يمكن ان يحصل شيء ما معي في ذلك شفتي او اسمعت وشوفي اقربائك واهلك واسأليون يقولون لك بانه كان في لحظة استنفار بس ما عرفنا ليش لحظة الاستنفار بين ابنائنا من القوات المسلحة يقولون لك اننا في لحظة استنفار بس ما منعرف ليش لحظة استنفار اتنين لما بتجي الذي قال لك بان هناك اربعة شهداء صحيح لماذا لانها وضعت مباشرة استراتيجية امتصاص امتصاص الضربة في هذه اللحظة بالضبط كانت كفاءة قواتك المسلحة والاجهزة المختصة على البوابات لم تفقد شيئا وبالتالي الدقائق الهجوم الدقائق التي شن بها الهجوم كانت تدور معارك على ابواب دمشق لكنها كانت النتيجة انهم لم يستطيعوا ان يدخلوا دمشق المتغير الاساسي لاحظي الذي كان يبني عليه العدو ان هناك مجموعات سوف تدخل باتجاه المدينة دمشق تحتل المراكز الاساسية فيه ويصبح هناك امر واقع يقول ان العاصمة السياسية اي دمشق قد سقطت وبالتالي ساعات يصل كيري الى روسيا وبفضل الامر الواقع امر القوة الواقعة يقول بان بين قوسين القيادة السورية اصبحت في مكان اخر نعم والدولة السورية اصبحت في مكان اخر فيكون ماذا فعل ماذا يستفيد هو دعيني انها سقطت دمشق او لم تسقط الروسي يحمل اهم ملف بيده ان القيادة السورية وان الدولة السورية لم تستطع ان تدخلها ان تدخلها الولايات المتحدة الامريكية كيري سيضع على طاولة لافروف مباشرة ورقة تقول بان الدولة السورية قد سقطت المتغير الاساسي باتجاهنا ان الدولة السورية لم تسقط لهذا وجدت كيري كان مذعنا ووافق مباشرة على المؤتمر الدولي للسلام ولم يتطرق لعناويم تتعلق ولهذا وجدنا التحذير الكبير من قبل بوتين لنتنياهو عندما التقاه في سوتي وقال له بان هذا الموضوع او الضربات لسوريا سوف تؤدي الى خلل كبير في المنطقة وانجرار الى ما لا تحمد عقباه عظيم ممتاز هذا نتائج هو رتب نتائج هلا دارت هناك مجموعة من الاتصالات السوري هدد السوري بين يديه مجموعة من ماذا من الاهداف السوري والايراني لاحظي يديرون المعركة لاحظي صوت الروسي هو الاعلى بين حلفائه يعني الصيني صوته ليس عاليا كصوت الروسي السوري صوته اخفض من صوت الروسي وهو المشتبك على الارض وهو المعني اولا واخيرا الايراني صوته اقل من صوت الروسي فالروسي كان يحاول بشكل او باخر مع الامريكي ان يدير الاشتباك بقواعد محددة تسألين كيف محددة اقول لك قواعد اشتباك كانت تقوم عليها مرحلة مرحلة ما قبل العدوان ما هي قواعد الاشتباك التي كانت تقوم عليها مرحلة ما قبل العدوان تذكروا جيدا ونحن على اكتاف حرب 73 قامت هناك اتفاقية وهي اتفاقية فصل القوات فصل القوات شو بيعني ان هناك قواعد للاشتباك جديدة بين الجمهورية العربية السورية وبين كيان الاحتلال على ان يكون معينة بواحد اثنين اثنين قواعد اشتباك هذه مثلا لا يكون هناك هجوم من القوات السورية باتجاه الاراضي العربية المحتلة او بالعكس ان لا يكون هناك عدوان مباشر على اهداف لها وزن ما معين اتفاق يسمونه هذا ناتج بيئة اقليمية ومناخ دولي المناخ الدولي لاحظي والبيئة الاقليمية والدولية تقول بان قواعد الاشتباك محددة بزائد ناقص هدف الذي حصل ان السوري استغل في هذه اللحظة استغل ماذا ايضا ضمانات الروسي نعم وضغط باتجاه ان بين يدي مجموعة من الاهداف الروسي هنا ادار مجموعة من الاتصالات في لحظتها واسمحي لي ان اقول لك صرف صرف سخونة السوري السوري كان ساخن انه هلأ انا بفتح يعني لدي مجموعة من الاهداف انا بقض باتجاه لست وحيدا الى جانب المقاومة الاسلامية المقاومة الوطنية في لبنان الى جانب ايران بشكل او باخر وممكن ان ادير اشتباك على مستوى المنطقة هذا ليس لصالح الروسي تذكروا جيدا هذا ليس لصالح الروسي وليس لصالح الامريكي وليس لصالح من اوروبا والعربان والقوى الاقليمية واسرائيل اخيرا بين التوسعين في هذه اللحظة بالضبط لاحظي استعمل استثمر الروسي سخونة الموقف السوري وصرفه بانه جر كيري الى موسكو وقال له هذا العدوان الذي قمتم به هو يؤسس لقواعد اشتباك جديدة هذه القواعد الاشتباك الجديدة ليست لصالحكم على مستوى المنطقة الايراني هو ساخن حتى يعني حتى مستوى عال السوري هو المستهدف المقاومة الطاقة النارية الموجودة في جنوب لبنان هي طاقة ممكن ان تهدد كيان الاحتلال هذه قواعد لعبة جديدة كيف يمكن ان نحل هذه السخونة العارمة قال له كيف قال له بان ندعو الى مؤتمر للتسوية حول الملف السوري او حول سوريا مؤتمر دولي من سيحضر هذا المؤتمر لاحظي قال له روسيا والولايات المتحدة الامريكية القيادة السورية والمعارضة قال له وليكن فخرجا متفقين وتذكروا الغزل المعنوي الذي دار بينهما على ان هذا هو العنوان الرئيسي والاساسي سوريا ماذا فعلت في اليوم التالي هذا الاتفاق حصل بين من ومن بين الروسي وبين الامريكا رحبت سوريا لم تكن رحب فقط سوريا ادركت بانها القيادة السورية ادركت بانها قد اصبح بين يديها منجزا هذا المنجز يقوم على مؤتمر دولي لتسوية لما منقول سيد كينانا لما منقول مؤتمر دولي لاحظي شو مؤتمر دولي؟ يعني لفصل النزاع بين مكونات مشتبكة سورية اكيد لا المؤتمر الدولي يعني ان هناك لفض اشتباك دولي في المفصل السوري نعم ولكن اليوم مع هذه التصريحات وهذه النغمة الامريكية المتناقضة بين حين واخر كيف نفسر مسير الامريكي لهذا المؤتمر الدولي وتصريحاته من ذهب ممتاز ممتاز هذا سؤال هام لاحظي السوري في هذه اللحظة عندما امن له الروسي مؤتمرا دوليا اي شو يعني مؤتمر دولي؟ يعني مو راحين عفوا يتواجه بالصواريخ راحين يتواجه بالدبلوماسية والسياسة مجموعة من الاوراق تفرد على طاولة تسوية لاحظي السوري القيادة السورية امنت بين يديها هذه المعطيات هذه الاوراق او هذا العنوان الاساسي الرئيسي ماذا فعلت في اليوم التالي؟ لم تسكت راحة ذهبت باتجاه اعمق من ذلك وهي انها قالت اولا لاحظي اولا ستمد المقاومة اللبنانية بسلاح كاسر للتوازن عفوا يعني شو سلاح كاسر للتوازن؟ الطاقة النارية الموجودة بيد المقاومة اللبنانية طاقة محدودة في افق معين ايضا ايضا وتذكروا ذلك الطاقة المحدودة هذه تحكمها قواعد الاشتباك ذاتها التي تحكم قواعد الاشتباك بين الاسرائيلي وبين السوري يعني لا يستطيع السوري وفق بيئة دولية ومناخ دولي ان يعطي مثلا سلاح ذو فاعلية عالية جدا لمن؟ للمقاومة لانه محكوم بماذا؟ محكوم ايضا بمناخ وبيئة دولية على رأسها الروسي والصيني ماذا فعل السوري في هذه اللحظة؟ قال بانني سأعطي سأمد المقاومة بسلاح ذو طبيعة مختلفة او ذو طبيعة بالطاقة النارية وليس بشيء اخر هذه واحدة الثانية قال ان جبهة الجولان مفتوحة شو يعني ذلك؟ يعني انه استغل العدوان وانتقل الى مرحلة جديدة من قواعد الاشتباك هنا وجد الدبلوماسي الامريكي انه وقع في مطب كبير وهو انه وافق على مؤتمر للتسوية مؤتمر دولي على اساس ماذا؟ ان نصرف الاخفاق في العدوان والاسقاط العاصمة بمؤتمر دولي الا ان السوري لعبها لعبة اخرى وذهب ابعد من ذلك وقال ساغير قواعد الاشتباك هنا جفل الامريكي وادرك انه وقع في مطب ومأزق كبيرين كيف يمكن ان يعيد قواعد الاشتباك الى المرحلة الاولى؟ كيف؟ بده يخلق مجموعة اوراق يشتغل على هذه الاوراق ويصرفها في مواجهة السوري من اجل ماذا؟ من اجل ان يعود الى قواعد الاشتباك في المرحلة الاولى شو قواعد الاشتباك في المرحلة الاولى؟ ان يمنع سوريا من ان تمد المقاومة بسلاح بطاقة نارية افضل كاسر للتوازن وان يعود الى تبريد جبهة الجولان انه يا اخي خلاص يعني ما عليش حلنا للكون العدوان العدوان ما زبط في تحقيق هدفه الاستراتيجي لجهتنا لكن صرفنا بمؤتمر دولي وهي انتم موجودين والمعارضة بكرة منركب للكونياه بشكل او باخر وهذا بيزعل وهذا بيحرد وهذا كذا والسوري قال له لا سأغير قواعد الاشتباك بناء على ناتج العدوان هنا هذا التفسيرات الان القيادة الامريكية الولايات المتحدة الامريكية ادركت انها وقعت في مطب اولا ضمن السوري مع الروسي وحلفائه ان هناك مؤتمرا للتسوية اي للتسوية السياسية والحل السياسي اثنين القيادة السورية متماسكة اي بين قوسين النظام السوري كفريق سياسي متماسك بعشر دقائق بعين من يستطيع ان يحضر هذا المؤتمر لاحظي اما من سيعين من الطرف الاخر حضور هذا المؤتمر وكيف يمكن بعد خلال عشرة ايام ان يتغير كل هذه العناوين التي تم تصديرها لجهة اسقاط الدولة واسقاط النظام وعدم الجروس مع الاسد بين قوسين وتنحية الاسد يعني هل تعتقد بان امريكا اليوم هي شبه ضائعة في كيفية ادارة المعارضات الناتجة من المشهد السوري وتشرزمها لا لا كينانا لا الروسي الامريكي مضايع الامريكي اخطأ الحساب بجاوبك هلأ وانا بالسياق ماشي بجاوبك عليها هلأ الامريكي هون اراد ان فورا ان يقلب الطاولة يريد ان يعود الى قواعد الاشتباك الاولى شو طلع الاسرائيلي ماذا قال الاسرائيلي قال انا لم اكن لاحظي اعني اسقاط النظام في سوريا يعني في عدوانه ما كان انه هو ناوي يسقط النظام في سوريا يعني حلل لي ياها يا روسي ويا سوري افهم علي انه يعني انا ما كنت بدي غير قواعد الاشتباك كان عندي معلومة تقول بان هناك هدفا يعني يراد ايصاله الى حزب الله فانا ضربته لانه بدي اوصله عن حزب الله ما غيرت قواعد الاشتباك السوري ما رد عليه شوفي رد ماذا فعل الاسرائيلي تواصل مع الروسي انه اصرف لي اياها اصرف لي اياها مع الاسد انه قواعد الاشتباك خليها بالمرحلة الاولى لاحظي هلأ هون اجل اشتباك اشتباك الدبلوماسي طلع عليك الامريكي ماذا قال فورا في اليوم التالي قال المؤتمر نحن موافقين عليه صحيح وشوفي اللخبطة شوفي الوقوع صحيح هناك فريق من النظام من الموالاة وفريق من المعارضة بس قبل هيك لابد من تنحية الرئيس بشار الاسد طيب هذا ماذا يدلل هذا يدلل على انه يبحث عن ورقة كي يصرفها في مواجهة او في سياق تغيير قواعد الاشتباك ماذا ذهب الى عنوان اخر ايضا العنوان الاخر وهو ان هناك سلاحا كيماويا قد تم استعماله في الداخل السوري من قبل من لم يقل من قبل المعارضة وانما بين قوسين طبعا وانما قال من قبل القيادة السورية والقوات المسلحة السورية هاتان ورقتان رئيسيتان تم الاشتغال عليهم من قبل الولايات المتحدة الامريكية اتنين بدك تلاحظي التالي لاحظوا لما انحكى في مؤتمر التسوية السوري بقي صامتا حتى يورط مين حتى يورط مجموع القوى المشتبكة الاوروبي هرعى باتجاه الروسي لمباركة مؤتمر التسوية نعم هلأ والكثير من دول الاتحاد الاوروبي رفضت تسليح المعارضة واولهم المانيا احسنتي اكثر من ذلك عمقلك راحوا باتجاه ان يباركوا هذا المؤتمر ويقولون بان التسوية لا يمكن ان تحصل الا بكذا وكذا هلأ وجدوا ان السوري لم يتراجع يعني عفوا السوري قال كلمة باني ساكسر التوازن فيما بين المقاومة وما بين اكيان العدو وما تراجع ولم من تحت الطاولة اذا ماذا فعل بقي متمسك بقواعد اشتباك جديدة الان هم اصبحوا يشتغلون على ورقتين الورقة الاولى وهي طبعا يعني فقاعة تنحية الرئيس بشار الاسد لاحظي الورقة الثانية السلاح الكيموي بتقليلي ليش بقلك مشان يصرفوها هي بتضغطوا فيها مشان يصرفوها انه رجعونا رجعونا لقواعد الاشتباك السابقة لا تعطوا المقاومة اتنين جفهة الجولان خلوها باردة الان طب هل ما سموح لهم بعد اليوم اللعب بالوقت لهذه الاطراف اه 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 شوفي بيلعبوا بالوقت بيضحكوا عن الناس بيسفقوا دماء السوريين ما عندهم مشكلة هن مشكلتهم مصالحهم اولا واخيرا لكن انتي انتي الان الطرف الاخر انتي التي تفرضين ماذا تفرضين قواعد الاشتباك تفرضين منتج جديد تفرضين ثباتا وصمودا على الارض تستطيعين من خلال هذه لاحظي الاملاءات على خصمك ان تختصر زمن المواجهة وان تجريهم الى طاولة التسوية يعني ما انجروا لطاولة التسوية حسن اخلاق انجروا لطاولة التسوية نتيجة صمودك ونتيجة انجازاتك على الارض طب ماذا عن تركيا التي الان هي مستمرة في دعم الارهابيين وتفتعل امور ربما على حدود سوريا تركيا وتتهم سوريا مثلا بالتفجيرات الريحانية الاخيرة عظيم يعني هي تشكل ضغط سياسي ايضا لصالح مصالحها وامام الاميركي قبل ذهب اردوغان الى البيت الابيض ابدا اردوغان له حسابات خاصة اردوغان انتبهوا لما بيصير هناك الكلام حول تسوية سياسية يدرك انه خسر بتشوفي خسران خسران كيف ببساطة تركولي الازمة السورية اردوغان ما له علاقة بكل شيء حصل بسوريا سافترض التالي اردوغان يتابع ماذا يتابع داخل الخارطة الجماهيرية للشعب التركي وعلاقته وموقعه بماذا بهذه الخارطة شعبية اردوغان قبل الازمة السورية بايام بسيطة وخلالها بالايام الاولى شعبية ساحقة اخذ اغلبية مرعبة في البرلمان طيب اردوغان الان له من يراقب على الارض ويتابع هناك شعب تركي في الشوارع يهتف ضد اردوغان اردوغان في ناتج المواجهة خلال سنتين ونيف من الزمن يدرك انه خسر لم يحصر الحرب في سوريا خسر موقعا سابقا في الخارطة الجماهيرية والخارطة الشعبية وين؟ في الداخل التركي اذا شو بيساوي بدو يحاول يعيد ذاته للخارطة السابقة كيف شو بيساوي بيقوم بمجموعة من التصرفات كيف بدو يخوف الشعب التركي يعيد انتاج ذاته في الشارع التركي بخوفه للشعب التركي فلذلك انا حذرت زميلة لك من على الهواء وقلت لها قبل شهرين الا قليل قلت لهم قلت لها قلت تذكري هذه الجلسة هناك تفجيرات ستحصل في بعض المدن لاحظي التركية وسيقال بان المسؤول عن هذه التفجيرات من؟ القيادة السورية ليش يا كينانا من اجل ان يعيد انتاج ذاته ان يقول انني وقفت في وجه القيادة السورية التي كانت تقود هجوما على تركيا وبالتالي ايها الاتراك ايها الشعب التركي لسان حال اردوغان عندما وقفت ضد النظام في سوريا وقفت ضده لانه كان يقود هجوما عليكم طيب هلأ هنا هجوم الريحانية او انفجار الريحانية هذا التفجير انا اقول لك معليش والايام بيننا ستفاجأون بان هناك ضلعا استخباراتيا غير رسمي تشكل خارج المؤسسة الاستخباراتية التركية وهو عبارة عن جسد بسيط جدا ومحدود اناس متدربون اعطيت لهم تعليمات ما على ان يقوموا بمجموعة من التفجيرات لا تستغربوا ان يحصل غدا هناك تفجير في انقرة اذا كان اردوغان بحاجة لهذا التفجير ولا تستغربوا ان يحصل هناك تفجير في اسطنبول لان اردوغان بحاجة لهذا التفجير الذي صرف هذا التفجير يعني افترض الآتي ان سوريا قامت بهذا التفجير طيب لما تتقوم سوريا بهذا التفجير بتجي بتعامله بلواء اسكندرون بتجي بتعامله بمعليش بانطاكيا بتجي بتعامله بين جمهور من السوريين الامر ليس كذلك لما بدأ تيجي استخباراتك تفجر وترد المثل بالمثل لا تضرب مواقع وتضرب مراكز ووا ووا بأنقرة باستنبول ببعض الأماكن الأخرى لكن الاستراتيجية السورية قامت على أنه لن نتعامل مع أردوغان بالمثل لا وبالتالي أنا في تقدير وكانت دائما القيادة السورية تفصل بين أحكومة أردوغان وبين الشعب التركي أكثر من ذلك لاحظي هناك يسموها في العلوم السياسية مواجهة اللحظة يعني أتواجه معك في لحظة معينة أريد أن أركز على اللحظة يعني بتواجه أنا وياكي ساعتين في الساعتين هاتين أريد أن أصرف هذه المواجهة وين أن أصرفها في السياسة تواجهت معك عسكريا أريد أن أصرفها في السياسة هلأ أنا كطرف اشتبكت معك في هاتين الساعتين أنت تكتشفين أن هذا الاشتباك بالنسبة الذي أديره أنا أنه أنت بتعرفي أنه أنا بدي أصرفه خلال الساعتين الاشتباك هذا عمل استخباراتي ماذا تفعلين أنت؟ أنت بتعرفي هدفي التكتيكي أو الاستراتيجي بتقومي شو بتساوي؟ بتقومي يا أما بتطيلي زمن الاشتباك يا أما ما بتردي علي بالمثل السوري ماذا فعل؟ فعلت انتين مع بعض أطال زمن الاشتباك ولم يرد علي بالمثل يعني أنت اليوم قاصرة على أنه من هون صواريخ لك أن تأتي ببعض عواصم الخليج العربي قاصرة إيران على أن تتحرك كتيبة أقول لك كتيبة من الحرس الثوري وتدخل القطر قاصرة إيران وسوريا على أن تمد الآن الحراك الشعبي لـ 80% من أهل البحرين ويسلحون هذا الجسد في مواجهة ملك البحرين؟ لا لكنهم ماذا فعلوا؟ لم يردوا بذات الأدات فلذلك تجدين أن المشهد غير متجانس تجدين أن أكثر من ثلاث سنوات حراك في البحرين حراك شعبي في البحرين لا يوجد فيه سلاح هلأ بنطل لك أحد يقول لك لا فيه سلاح قياسا للحاصل في سوريا لا يوجد سلاح لا يوجد عصاي قياسا للحاصل في سوريا إذن نحن لا نرد بالمثل لماذا؟ كي نسقط المشروع الداخل علينا وبالتالي إذا أنت مثلا فجروا لك بحلب سرقوا لك معامل من حلب شعب تروح تسرقي من أنقرة لا هذا لا يفيدك هذا لا يفيد المشروع الذي تشغلين عليه والله يسلحوا لك بعض المجموعات في سوريا وجمعوا لك من كل أسقاع الدنيا ومولوا ودخلوا إلى سوريا إن شاء الله تروحي بتمولي مجموعات معينة في البحرين أو في بلاد الحجاز أو في قطر هل تعتقد اليوم أستاذ خالد بأن تركيا قد بدأت تزعج أمريكا وسياسة أردوغان بدأت تزعج أمريكا وخاصة بعد التقارير من قبل دبلوماسيين أمريكيين موجودين في تركيا يتحدثون بأن حكومة أردوغان هي راعية للإرهاب وراعية لتنظيم القاعدة إلى جبهة النصرة لا أنا في تقديري حتى اللحظة لم تنزعج الولايات المتحدة الأمريكية من دور أردوغان في المنطقة حتى في العراق أعمل لك شوي خليني في سوريا شوي هلأ بروح لك على عراق يلي بأكد ذلك ماذا أن الأمريكي ساعد أردوغان شوفي ما حكيت لك قبل شوي عن تفجير الريحانية وكذا وو وكله من أجل إعادة إنتاج شعبية أردوغان من جديد في الشارع التركي الأمريكي ساعدوا لأردوغان ساعدوا بماذا بعلاقة إيجابية مع الإسرائيلي والإسرائيلي طيلة السنوات الماضية لجهة مثلا سفينة مرمرة وشهداء سفينة مرمرة لم يعتذر لكنه عاد واعتذر ماذا واليوم طالب أردوغان بأن هناك تعويضات ستقدم ليش حكى هذا الكلام رائعة ليش حكى هذا الكلام ليوصل للشارع التركي أن نشوف إنجازاتي يعني هجوم من القيادة السورية باتجاهن هذا النظام الذي وقفنا في وجهه وأردنا إسقاطه وبالتالي لم نكن مخطئين الإسرائيلي يريد أن يعوض أبناءكم الشهداء والإسرائيلي يعتذر ولاحظوا أن أوباما يقف إلى جانبي ويقول على أنه لابد من تنحية الأسد أي أن هناك مناخا دوليا يقف إلى جانبي وبالتالي أنا أنجزت لكم والخطاب هذا لا تظنوا أنه خطاب باتجاه سوريا أردوغان وأباما اليوم لا يخاطبون الشعب السوري والداخل التركي يخاطبون الداخل التركي يخافون على أردوغان أردوغان لأنه قدم خدمات جلة لمن؟ للأمريكي وبالتالي لا يستطيعون مباشرة أنه الآن وفي لحظة الاشتباك التخلي عنه ليش؟ لأنه تتخربط خرائط كثيرة على مستوى المنطقة ضعي السيناريو التالي أنه الآن في هذه اللحظة تخلى أوباما واستدار هو بديه يستدير بس ليه الآن ليش؟ لأنه لم يظهر بحاجة له الأمريكي دائما يا كينانا وأقول أنا هذا الكلام أقول انتبهوا أن الأمريكي عندما يستدير لا يستدير مباشرة يعني يستدير من حالة الاشتباك يعني وهو يقاوم وهو يواجه إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالعسكرة أو بالأمن يستدير وهو في ذات الحالة مو بيرمي هذه الأوراق ويذهب إلى الاستدارة من هذه الحالة أن التركي أو حكومة أردوغان تقف معه فلا يرميها ولا يرمي أيضا من العربان ومال العربان هو مشتبك مشتبك مو مع السوري هو مشتبك مع الروسي وربما هذا ما يتوافق كلامك مع باحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية وهو ستيفن كوك عندما قال ماذا سوف تفعل تركيا عندما تنقلب المواقف وتنقلب التوازنات الدولية وخاصة هذا الاتفاق والتقارب الروسي الأميركي إنما تحدثنا عنه بأنه تقارب بالنسبة للملف السوري بالتحديد عظيم لاحظي لماذا أنا أركز على البحث وعلى الفكر قيادتنا لو لم يكن بين يديها بحثا أو بحث استراتيجي حقيقي وبين يديها فكر مستشرف للرؤى والتطلعات منروح بعشر تيام ومنروح اليوم منروح من ال2003 وبال2005 ومنروح بالعشر تيام الأولى منروح لكن بدك أنت تستطيعين أن تقرأ بدقة جملة التحولات الإقليم في بعض الأحيان غير مهم يعني أنا آسف لهذا الكلام أنا أقول الإقليم غير مهم لأنه إقليمنا أغلب القوى أغلب الأطراف في الإقليم هي أدوات استعمال ودوات استعمال لحظية استعملت في الهجوم على العراق لاحظي الآن الذين استعملوا في الهجوم على العراق ولعن أبو العراق عفوا يعني الجمهورية العراقية هذه الدولة المتعافية المتماسكة كذا إلى آخر لا تحكي لي عن دكتاتورية صدام حسين بس بدك تحكي لي عن دكتاتورية صدام حسين بحكي لك عن عشرات الدكتاتوريات العربية وغير العربية نعم الدولة الآن عندما بعد أن أسقطوا الدولة من الذي أسقطوا الدولة؟ من وين طلعت الطائرات؟ من وين دخلت القوات الأمريكية؟ من تركيا؟ لا مو من تركيا البرلمان التركي رفض أن تستعمل أراضي التركية والقاعدة الأمريكية أو القواعد الأمريكية الموجودة في تركيا رفض البرلمان التركي الآن أنا في تقديري أنه شوفوا اللعبة اللعبة الكبرى أيضا السوري فهم المناخ الدولي وفهم اللعبة الإقليمية ولاحظي حتى اللحظة هو لا يشتبك ماديا عضويا لا يشتبك مع من مع قوى إقليمية يعني حتى اللحظة لم نجد مثلا أن يرد على الأردن فيذلك كيف يرد على الأردن يرد على الأردن بالكلام دبلوماسي يحاول أن يوضح للأردني يحاول أن يفهم الأردني وجهة نظره ويزغي للأردني لكن هل هو عاجز عن الاشتباك عسكريا واستخباراتيا مع الأردني هل عاجز هو فعلا السوري عن الاشتباك مع الأردني على جهة المساعدات فقط وبالتالي هو لا يخوض المعركة مع أطراف إقليميين وإنما يخوض المعركة دائما مع العدو الرئيسي مع الخصم الرئيسي له أعني بالضبط الولايات المتحدة الأمريكية وأداتها المتقدمة على مستوى المنطقة أعني كيان العدو هلأ الجملة التي تحدثت عنها نعم أوانها لم يأتي بعد وهي في اللحظة التي يمكن ماذا أن تستدير الولايات المتحدة الأمريكية بس انتبه أردوغان شو عم يساوي الأردوغان عم يتصرف تصرف خطير جدا توقف عنده سيادة الرئيس بشار الأسد في إطلالته أعتقد الأخيرة على الإخبارية السورية أتصور بأنه هو يدرك أن الأمريكي في لحظة من اللحظات سيستدير ماذا يفعل التركي؟ أردوغان ماذا يفعل؟ يحاول أن يرتب جملة أوراق علاقة جديدة مع الأكراد لاحظي وهذا سؤالك قبل قليل علاقة جديدة مع الأكراد ولكن هذا لا يتناغم مع مصالح الأمريكية عظيم ليش؟ عم يخليها شو هي؟ عم يخليها ورقة احتياط لاحظي هو طبعا ورقة احتياط لحالة تخلي الأمريكي عنه بمعنى أنني أنجزت لكم أيها الأتراك مجموعة من الإنجازات أهم هذه الإنجازات أنني أوقفت ولو هو عفوا إيقاف وهمي افتراضي أوقفت اشتباكا مع مجموعة إرهابية مجموعة مقاتلة مجموعة سميها ما شئتي أنا بس عملت لكم هذا المنجز هذا المنجز ليس استراتيجي هذا المنجز لحظي تكتيكي يستعين به في لحظة الاستدارة التي يمكن أن يقوم بها الأمريكي بطلعة وبالتالي في ذهني أن الأمريكي سوف يستدير طيب هناك رسالة هام ما قام بها أردوغان وهو الآن ماذا يريد أن يعني يفهم الأمريكي أكثر فأكثر أنني إلى جانبك أكثر في المنطقة وإلا وإلا شيء واضح أن الأمريكي يلقي القبض الآن على الملف الفلسطيني ملف التسوية طيب ماذا يقول أردوغان شو موقف أردوغان تعالوا نشوفوا شو موقف وزير الخارجية تبعه من الملف الفلسطيني ومن العرض الذي قدمه التنازل الذي قدمته أو قدمه بعض وزراء الخارجية العرب بواشنطن لأوباما شو هو أنه خلص رايحين نحن لحل القضية الفلسطينية بين قوسين طبعا تصفية القضية الفلسطينية بيع القضية الفلسطينية الآن ما هو موقف أردوغان يبارك ذلك في مشهد ياكنانا بدنا ننتبهله جيدا وهو عندما كيري رفع صوته باتجاه سأعود إلى الخلف قليلا وهي الضغط على سوريا من أجل أن تعود إلى قواعد الاشتباك في المرحلة ما قبل العدوان عندما أعطى الإشارة ماذا فعل اليوم بتشوفي أنه العمش الإمارات آل سعود الخليج العربي قطر كذا إلى آخره مع وزير خارجية تركيا من الخليج العربي يصرخون ويقولون مؤتمر الدولي لا يوجد فيه الأسد ليش بدنا نفهم طبيعة الاشتباك الخليجي منذ اللحظة الأولى منذ اللحظة الأولى هذا كلامي لإخواني السوريين لأهل السوريين للأسف بعضهم لم يصغي لي الخليجي اشتبك في المفصل السوري كي ينقذ نفسه في وين في الخليج العربي لا يضغط على إيران ويضغط على سوريا من أجل أن تضغط إيران على بعض المجموعات المجتمعية كي تشرعن ماذا كي تشرعن الحكم الموجود في الخليج العربي فلذلك يظن السعودي بأنه إذا ضغط على الإيراني سكت يعني أنت سكت هذه الثورة الموجودة في البحرين يظن أنه قادر أن يفعل ذلك عندما وجد من أي وجهة نظر تتحدث الآن الطائفية الطائفية أنا آسف يعني ودعيني آسف جدا يعني لهذه المسميات هو يظن أن الحراك الموجود في شبه جزيرة العرب في أكثر من رأس ساخن هو حراك شيعي يقرأه كذلك ولكن هم يتحدثون عن تهديد إيراني قبل ما يسمى بالربيع العربي وهذه الثورة تعالي نشوف إذا في تهديد إيراني ولا لا كيف تجلى هذا التهديد الإيراني خليه حدا يفرجيني إياه خليه حدا يعني يتحدث لي عن تهديد إيراني أنا لم أجد تهديدا إيراني لا من قريب ولا من بعيد نعم هناك أراض لاحظي أنا كقوم عربي أقول لك أن إيران ويتحملوني أشقاء الإيرانيين أن إيران في لحظة من اللحظات في لحظة تاريخية أخذت استولت على هذه الأراضي أنا كقوم عربي لاحظي أقول هذه الأراضي حتى اللحظة أنا مؤمن بها عربي مؤمن بها على أنها أراضي عربية وهذا لا يعيبني هذه الأراضي العربية أمامنا احتمالا يا أما من شل حرب على إيران يا أما نتفاهم نحن والإيراني على هذه الأراضي لكن ليش أنا ببرد وليش بكون يعني عفوا أنه عم بحكي ببرودة مو مثل لما بدي أحكي على جنوب لبنان أو بدي أحكي على الجولان أو بدي أحكي على فلسطين المحتلة يا أخوان كل دولة عربية كل دولة عربية مع شقيقتها هناك مشكل على الجغرافيا على الحدود وبالتالي لماذا أنا لا أجعل أن هذا المشكل هو ذاته المشكل مع الإيراني نعم هناك مشكل مع التركي على حدودنا ليش ما منسعره ليش ما سعرناه بلحظة من اللحظات لأنه كان في أولويات كنا مختلفين مع قوى طارئة على مستوى المنطقة وقوى دولية حول طبيعة الجغرافيا الفلسطينية هذه أرض عربية لذلك أنا كنت محيد مأجل اختلافي مع التركي واختلافي مع الإيراني واختلافي مع من أيضا قد تفاجئين مع لبناني واختلافي مع من ربما مع العراقي ربما مع الأردني لذلك أنا أسأل سؤال اليمني والسعودي أيضا تماما كل المنطقة هي كذلك الآن سؤالي أنه أين اعتدت إيران كيف هددت إيران يعني أنا ما سمعت في يوم الأيام أنه بدأ تسحق الخليج بدأ تروح الخليج في لحظة من اللحظات عندما يتحدث مسؤول إيراني في لحظة من اللحظات يحاول أن يمرر شيء يكون الأمريكي يهدد من وين يهدد من الخليج العربي فيرد عليه على أن لديك قواعد في الخليج العربي سأرد عليك من خلالها صح وبالتالي أنا لا أستطيع أن أقول أن ولا أقبل شوفي ها أنا كسوري لا أقبل أنه إيران تهدد من الخليج العربي ولا أقبل لا من قريب ولا من بعيد أن تتعامل إيران مع العالم العربي على أساس طائفي وجيني لو وأنا أقولها الآن وعلى الهواء لو إيران تعاملت مع حزب الله لاحظي بذات الصيغة التي تتعامل فيها الآن والتي تعاملت فيها بالأمس ولم تتعامل مع حماس بذات الصيغة أنا أقول لك سأقض ضد إيران لكن المشهد يقول على النحو التالي أنها مدت حزب الله صح لكن مدت حماس مدت حركات المقاومة من أجل تحرير الأراضي وكذلك القضية الفلسطينية هي قضيتي الجمهورية يا أختي مو مشان تحرير الأراضي بعض ال هلأ في فضائيات وطالعين الناس وعن تتسفوا تفكر وو طيب مو مشان تحرير الأراضي عجبوا ومدتهم بالسلاح ليش نحن ما منستفيد الآن من إيران التي تقف إلى اعتبروها متكذب إيران أنه هي تقول أنني أمد أنا مجموعات المقاومة ضد العدو الصهيوني لماذا لم نستفد من إيران التي تقول أنها تمد هذه المجموعات لكن أنا ما شفت إيران على سبيل المثال مدت الحراك الموجود في البحرين يعني ما في سلاح حتى اللحظة في البحرين وبالتالي لم تقول إيران حتى اللحظة سأمد الحراك الموجود في البحرين ما قالت هذا الكلام لما بتقول إيران لا سمح الله أنني سأسلح الحراك الموجود في البحرين لأنه حراك شيعي أنا سأقف ضد إيران يعني عم تفهميني هذا المعنى أنا أرى أن إيران لم تهدد أحدا وأن إيران على العكس تماما دافعت عن كثير من القضايا في المنطقة خذي الآتي الآن يقولون لك الاحتلال الإيراني للعراق لا يا حبيباتي كان هناك احتلال أمريكي للعراق دعمته من؟ دعمه النفط العربي وجيش له النفط العربي ومهد له النفط العربي وحكومات عربية طيب ما الذي فعلته إيران؟ إيران انتظرت حتى دخل من؟ حتى دخل الأمريكي وتذكروا جيدا المرحوم صدام حسين ماذا فعل؟ في اللحظات التي حاول الأمريكي أن يشكل هجوما على العراق ذهب باتجاه أن يصالح الإيراني والإيراني لم يستغل هذا الضعف هو شو لازم كان عمل بالسياسة الإيرانية؟ الإيراني لازم يستغل صدام حسين وقال له مثلا تعطيني كذا وأقف إلى جانبك لكن الإيراني لم يفعل ذلك الإيراني حيد نفسه لكن ماذا؟ رفع صوته لجهة أنه لن يكون إلى جانب الأمريكي في احتلاله للعراق عندما وقع هذا الاحتلال تدخل الإيراني وواجه الأمريكي وين؟ واجه الأمريكي في العراق تقولين لي ألم ينجز؟ أقول لك السوري والإيراني أنجزا في العراق بتقوليني بتسأليني كيف؟ أقول لك أنه خلال سنوات بسيطة دعموا العراقيين العراقيين الذين قاوموا بالسلاح وبالسياسة واستطاعوا أن يطردوا من؟ يطردوا الأمريكي في اللحظة التي طرد فيها الأمريكي هذا أصبح ماذا؟ بدى وكأن العراق بدى أقول إلى جانب من؟ إلى جانب الاصطفاف الإيراني السوري المقاوم المقاومة طيب هم لا يريدون للعراق أن يكون كذلك هم يريدون للعراق الأمريكي يريد للعراق أن يكون في جعبة أخرى في عربة أخرى لذلك اليوم لذلك اليوم تجدين هذا السعار باتجاه العراق كي لا أفهم خطأا أنا مع كل مواطن عربي أو غير عربي يخرج إلى الشارع لاحظي في ظل منظومة وطنية لجهة أن يطالب بحقوقه مع أي إنسان أنا إن كان بالعراق إن كان بسوريا إن كان بتونس إن كان إلى آخر لكن عندما أجد أن هذا النزول إلى الشارع مرتبط بشكل أو بآخر ب مناخات وأجندات وعربات تنتظر لتصريف أجندات ما أنا أقول لك أنني سأقف ضد هذا الحراك إن شاء الله بيكون حزبي في لحظة من اللحظات بده ينزل من وأرى أنه كذلك لا سمح الله أو حزب البعث العربي الاشتراكي أو القيادة السورية لا سمح الله على مستوى المنطقة أنها تريد أن تستغل لا أخلاقيا هذا الأمر أقول أنني سأقف موقفا سلبيا من هذا لذلك أقول لك الآن الهجوم على العراق ليش الهجوم على العراق؟ لأن العراق في هذا الاستفاف يضغطون عليه يضغطون عليه بشدة بهذا الاتجاه كي يخرجوه من هذا الاستفاف ليش؟ لأنه ناتج الاحتلال ناتج هذا الدخول الأمريقي على المنطقة كان أن العراق خرج من اللاتوازن على مستوى المنطقة هو دولة قوية كان لكن من لحظة اللا اتزان إلى دولة قد تكون ضعيفة لكنها متزنة وتقف إلى جانب من؟ الاستفاف الذي يقف في وجه الولايات المتحدة ومكانها الجغرافي مهم جدا استاذ خالد الآن بالعودة إلى تركيا ودورها المتشعب في دول المنطقة هل سوف تستطيع بعد أن قادت هي وقطر طبعا الحرب على سوريا سنتين كاملتين أن تحافظ على مكان مؤثر في المشهد السوري قطر وتركيا؟ عظيم عندما نتحدث عن قطر وتركيا بدنا نفصل فصلين أولا ما بصير نقول قطر مع محبتي للشعب العربي وا 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 إلى آخر يعني تقول لي قطر وتركيا لا لا في شيء عفوا يعني دولة فاعلة على مستوى المنطقة بشعبها بطاقاتها بمخزونها بوجودها بحضورها وبين قطر قطر لا لا تستطيعين يعني أن تقولي أن قطر هذا بيسموه الفاعلية المؤقتة يا كينان الفاعلية المؤقتة يعني الآن أنت أنت وحيدة معك بندقية فيها 30 طلقة نحن في هذا الاستوديو ما معنا ولا طلقة هلأ بنتظر عليك لتلخدسو 30 طلقة هذه فاعلية مؤقتة لكن تركيا ليست فاعلية مؤقتة تستطيعين أن تقولي بأن حكومة أردوغان تقوم بفعل تقوم بحركة في السياسة وغير السياسة لفاعلية مؤقتة أقول لك نعم هذا الدور التركي لا يستطيع أن يستمر وهذا الدور القطري لا يستطيع أن يستمر ليش لأن تركيا الحكومة التركية أنا قلت منذ اللحظة الأولى للأزمة ليس لديها مشروع استراتيجي على مستوى المنطقة يعني دعك من كل أولئك الذين يتحدثون لك عن أن أردوغان يريد أن يكون عثمانيا جديدا على مستوى المنطقة يعني تقصد أن تركيا قد ألقت بأوراقها كاملة في السلة الإسرائيلية الأميركية مع هذا التقارض عمالك شوي عمالك شوي عمالك شوي كمان أردوغان مغبي يعني ما نعتبره غبي لا في عنده فريق سياسي وبيفكر وبيعرف وواء لكن حاطط هدف استراتيجي هدفه الاستراتيجي لأردوغان هو تغيير الدستور تغيير الدستور التركي أرجوكم تذكروا هذا الكلام أنا قلته منذ الأيام الأولى للأزمة بمعنى هو يريد يريد أن يبقي أن يعدل الدستور الأمريكي لجهة من؟ لجهة فريقه السياسي الدستور التركي أعفوا آسف أنا ماذا قلت؟ أميركي آسف جدا الدستور التركي هو يريد أن يشتغل عليه لجهة فريقه السياسي فلاحظي التناغم الذي كان يحصل في السنوات القليلة الماضية بين جول وبين أردوغان واحد يطلع من هون بيجي لهون بيجي الثاني بيجيب بيجي من هون ثنائي هذا ثنائي يشكلان فريقا سياسيا لوين تركيا طيب الدستور التركي لا يناسب أن يعمر هذان الفريق أو هذا الفريق هذان الشخصان لا يمكن أن يعمراه في السياسة الدستور التركي يتحدث عن قضايا أخرى ممكن أن يغيب من ورائها مباشرة هذا الفريق هذا الفريق يريد أن يعيش حالة ذاتية ديكتاتورية ذاتية لا تظنوا أنه بدعم التركية هي الدولة العثمانية هذا كلام عفوا يعني لا أنا في تقديري ليس كذلك الهدف أردوغان أنه كان يريد الذهاب إلى تعديل الدستور الانتخابات الذكر والانتخابات التركية حصلت وين بعد الأزمة السورية بشهور بسيطة فلم يستطع أردوغان أن يحصل على الأغلبية الساحقة الدستورية التي تؤهله أن يغير الدستور هو ماذا حسبها كيف حسبها هو أراد أن يضحك على الأمريكي أنا أقولها لك هو لديه مشروع أن الانتخابات على الأبواب وتذكروا جيدا جولته على الداخل التركي وعلى المحيط العربي أو المحيط التركي إن كان لبنان الزلمية عفوا آسف آسف هلأ يبدو أنه سني ساخن كما يراه البعض اختار مناطق دون مناطق لا في لحظتها وجدتي في لحظة ما معينة أنه وأنا آسف أن أتحدث بهذه المفردات لكن لا فرجي الوساخة في السياسة كيف يستعمل الدين في السياسة فيبدو قذرا صاحب هذا المشروع تعامل مع الشيعة وبدى حسينيا كربلائيا أكثر من أي حسيني كربلائي وتغنى بكربلاء ليش؟ لأنه بده أصوات الشيعة وبده أصوات عفوا السنة في تركيا ويريد أصوات من أيضا؟ العلويين في تركيا ويريد أصوات من؟ يريد أصوات الأكراد فعمل باتجاه تبريد الجغرافية التركية وبدأ يغازل من هنا وهناك أنا أقول لك أن أهلا لنا من الجنوب في تركيا شمال سوريا يتحدثون عن أن هدايا وصلت إلى أهلنا أراد أن يوصل هدايا على البيوت من أجل ماذا؟ طبعا البعض كان يقرأ أنه من أجل أن يأخذ أغلبية تؤهله من تغيير الدستور طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه لم يستطع أن يحصل على هذه الأغلبية عندما لم يستطع أن يحصل على هذه الأغلبية تورط فبقي بمشروعه باتجاه أن يبقى ضاغط باتجاه النظام في سوريا أو القيادة السورية أو الدولة السورية لم يستطع الرجوع أردوغان لا يستطيع أن يرجع إلى الخلف أردوغان يرجع إلى الخلف في لحظة واحدة وهي أنه سيستذير باتجاه مقصلة سياسية تنتظره لا يمكن وبالتالي أنا أقول لك ليس سنيا الرجل كما أراد البعض أن يتحدث وليس عثمانيا كما أراد أن يتحدث البعض لا أردوغان أردوغان يريد أن يسلك فريقه السياسي في خارطة تركية من أجل أن يحكم تركيا أكثر هكذا نستطيع أن نجيب على هذا الحراك فهو يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت استعماله لكنه أيضا هو استعمل هو وضع نفسه في سياق الهجوم على سوريا من أجل ماذا أن لا يفقد لأنه وضع بصورة الآتي منذ الأيام الأولى قبل الهجوم على سوريا وضع بصورة الآتي يا كينانا أن النظام السوري بين قوسين ساقط هكذا أفهمه الأمريكي أنني سأقوم بهجوم كاسح باتجاه النظام في سوريا كي أضرب هذا الاصطفاف الإيراني السوري المقاومة وبالتالي أستطيع أن أؤثر على المنطقة وأن أقتلع أو ألغي دخول أي قوة دولية فاعلة على مستوى المنطقة أتفرد بالمنطقة أردوغان نظر إلى هذا فوجد اتذكروا موقف أردوغان يا جماعة اتذكروا موقف أردوغان من الهجوم على ليبيا أردوغان كان مع ليبيا لم يكن في لحظات أولى ضد ليبيا لكن عندما وجد أن السيناريو ذاهب باتجاه إسقاط العقيد القذافي وقف معهم الذي حصل أنه راب قبل مشهد فوجد أن الهجوم خلص يعني النظام في سوريا الدولة السورية ساقطة وبالتالي لماذا يقف إلى جانب الدولة السورية سيستعمل في سياق الهجوم على سوريا هكذا حسابات أردوغان ما تكبروا أكثر من ذلك لأنه باعتقادي أنه نحن عم ضخم في رؤاه حتى أخواننا في الطرف الآخر الذين يعتبرون أنه يدافع عن الإسلام ووووى إلى آخر يلي بدي دافع عن الإسلام ما بدافع بهذه الطريقة يا أخوان ما ببيع القضية الفلسطينية ما بيساهم ببيع القضية الفلسطينية يلي بدي دافع عن الإسلام مو بهذه الطريقة إسلام أنت عم تحكي إذا أنا بدي دافع عن أنا أنا أعتبريني أنا خالد العبود سأدافع عن الإسلام شو أنا بيجي باشتبك مع الأكراد معليش أنا بيجي بصقف القضية الفلسطينية أنا بيجي باعتبر أنه والله الحاصل في سوريا الحاصل في سوريا ثورة عارمة أما الحاصل في البحرين فهو عبارة لا شغب وتدخل إيراني طيب لماذا أقف ضد إيراني أنا سأفترض الآن أن القوات الإيرانية موجودة في الأراضي في الجغرافية السورية لماذا أقف أنا ضد تدخل إيران في سوريا لصد هجوم ما ولا أقف في وجه تدخل سعودي في البحرين لماذا إذن أنا ليه مشروع سياسي حسابات سياسية تعالوا نشوف الولايات المتحدة الأمريكية وحساباتها الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط متطابقة مع من؟ مع أردوغان بالضبط متطابقة مع من؟ مع حكومات الخليج يعني إنما تقرأين أنت المشهد والموقف الأمريكي تجدينه متطابق مع من؟ متطابق مع قوى إقليمية مثل الخليج العربي يعني الخليج العربي مثل مصر طيب أنا بدي أشوف الإخوان المسلمين والثورة التي حصلت في مصر سأفترض أن هناك ثورة حصلت في مصر وأنا لا أؤمن ولا بسنطيمتر أن هناك ثورة حصلت في مصر في ثوار نعم في ثوار وفي جدعان نعم في جدعان وفي مفكرين نعم في مفكرين وفي قيادات سياسية صحي في قيادات سياسية لكن الثورة لم تحصل ولم تكون هناك ثورة ليش ثورة بتحصل تقودها زعامات إسلامية ومفكرون إسلاميون ومدنيون والله بيطلعوا علينا يقولون أن هناك ثورة في سوريا لكن البحرين ما احد يحكين عنها لا يا حبيباتي الثورة ليست كذلك إذن في تقديري أنا لابد نحتاج إلى فهم المشهد بدقة أكثر كي نستطيع أن نحدد مواقفنا على المستوى الشخصي دولتنا أفضل كنت سوف أتابع في الموضوع التركي لكي أنهي هذا الملف منذ أسابيع وأنقرة تشهد اجتماعات سرية بين أجهزة استخباراتية تركية عربية وأيضا إسرائيلية تتحدث عن انقسام المجموعات المسلحة وانحسارة وهزائمها الكبيرة حتى أنها وضعت بيانات تقول بممنوع رجوع عناصر هذه المجموعات وخروجها من خارج الأراضي السورية وإلا سوف تتم التصفية إلى ماذا يدل ذلك الآن أحسنتي هذا يدل على كلام أن كلام السيد الرئيس بشار الأسد منذ اللحظات الأولى كان صحيحا ودقيقا لجهة قراءة المشهد يعني عندما قال أن هناك زلزالة في المنطقة هلأ ظن البعض سوريا متهدد لا يا حبيباتي نحن ما هددنا أحد ليس لضعف لاحظي وإنما لا نستطيع أن نهدد أحد على مستوى المنطقة يعني لسنا نحن الأسياد على مستوى المنطقة والباقي خدم لا نقرأ نحن الأمر كذلك سوريا ماذا قالت خاصة في إطلالات السيد الرئيس بشار الأسد ولو أنه كرئيس جمهورية لا يستطيع أن يشرح أكثر من ذلك هو يعطي عنوين يعني مقام الرئاسة دائما لا تحدث في التحاليل الكبرى لكن كان عم يعطينا عنوين البعض ما بده يقرأه لا يقرأه البعض ما بده يبني عليها لا يبني عليها البعض ما بده يفهمها لا يفهمها ماذا تحدث تحدث قال أن الحاصل في سوريا سيرتد على المحيط لك بعلم الميكانيك عم ينحك صح ميكانيكيا عم ينحك صح لك بعفوا عفوا يعني بعلم السوائل عم ينحك صح بقعة زيت أنت الآن تلقيها في وعاء من الماء معروف أن كل ذرات الماء جزيئات الماء الموجودة سوف تتأثر بهذه طب وإن كانت سوف تتأثر مثلا تركيا وهي تعيش اليوم حالة رعب وحالة جهل وأيضا رؤية ظلامية لمستقبلها خطواتها مستمرة بدعم ورعاية الإرهاب وأنت قلت بأن أمريكا لم تستدر باتجاه ظهرها ولم تدير ظهرها لتركيا رغم أن هناك تقارير عديدة تحدثت بأنها رعية الإرهاب إذن أين هو الرعب وأين هو الامتداد للإرهاب في أراضيها؟ عظيم جدا هلأ بدك تنتبهي جيدا أن هناك جغرافيات على المحيط على الأكتاف يعني خذي المتورط الأول كان فريق لبناني يعني شفتي أن كلام سيادة الرئيس بشار الأسد في رؤيته للهجوم على سوريا أنه أين تطبقت أول شيء؟ زبطت أول شيء في لبنان لاحظي بالتنين بدأت على إمها بشكل أو بآخر تظهر أين؟ تظهر في الأردن مو معنى ذلك أن تأخرها عن تركيا أنها لن تظهر لا أنا لا أقصد بأنها تأخرت ولا نريد بالطبع للشعب التركي أن يعاني ما عانينا نحن من الإرهاب ولكن أقصد إدراك أردوغان لخطر الإرهاب أين هو؟ أنا ماذا قلت لك؟ وليس فقط أردوغان ولكن بمباحثاته مع أوباما عظيم عندما يتحدث ضرورة وقف الإرهاب ضرورة وقف تمويل الإرهاب يعني أين هذا الإدراك وهو مستمر؟ عظيم هذا قلم هذا أداة أداة استعمال عندما أستعمله أنا هذا لا يفكر لاحظي هذا ليس له استراتيجية هذا ليس له بعد هذا ليس له قراءات هذا يستعمل هلأ بعض القوى على مستوى المنطقة بعض المكونات على مستوى المنطقة لاحظي هي كهذا القلم هي للاستعمال اليوم اليوم بدنا نهجم على سوريا خلاص لا يستطيع بدنا نهجم على سوريا وأعتقد أن سيادة الرئيس له وصف جميل أنهم يعني عفوا كبسة زر كهرباء يعني هلأ وين الورطة الورطة أنه ننسى نرجع عنك بالزر الكهرباء نخليه مفتوح على طول هلأ أردوغان حسبها أكثر يعني أردوغان لم يكن أداة لاحظي كان يمتلك مشروعا كما قدمت لك قبل قليل شخصيا لكن هذا المشروع الشخصي بناه على حالة اشتباك ضيقة يعني ما فكر في لحظة من اللحظات أنه والله المواجهة تستمر وتذهب بهذا البعد ويصمد وتصمد الدولة السورية وتصمد القيادة السورية قال لك شهرين زمان توقع الدولة والسلام عليكم لا في عفوا يعني لا في إرهاب رايحي جيني ولا في أي شيء إطلاقا خلص يعني الأمريكي بده يمرر مشروعه هيك حسب أردوغان أردوغان ما ظن أن هناك سنتين من التواصل من الاشتباك لكن لما اشتبك صار يتورط شوي شوي شو بدك تقرأيه شو بدك تعرفيه كنت أقول لزملاء الليكين انتبهوا جيدا أنه اللي لازم يكون معصوص آسف جدا يعني لهذه المفردة واللي لازم يكون متدايق ومستفز ومستنفر في كلماته مين؟ الخيادة السورية لازم هي اللي تطلع وتشتم على أردوغان ولازم كل يوم الصبح نشوف عفوا سيادة الرئيس يطلع سيادة الرئيس علينا وهو اللي يشتم وهو اللي يقول لك هذا كذا وكذا 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 بدت القيادة السورية على أنها باردة أعصاب على أنها باردة أعصاب أكثر ممن؟ من التركي التركي أدرك كان من لحظة إلى أخرى يدرك التورط الذي يذهب إليه أمامه احتمالان الاحتمال الأول أن ينسحب لكنه لا يستطيع ينهزم في مقصلة بالسياسة بس بيستدير في مقصلة سياسية بتواجهه الشارع بينطفض عليه أنت انهزمت سيناريو السبعة وخمسين ما تفكره بعيد سيناريو السبعة وخمسين هذا هو بالضبط وأمامه مخاطرة أخرى هو أن يستمر يعني أصبح كيف يراكم يراكم أخطاء يراكم أخطاء ومطلوب منه أن يقوم بهذا الدور لم يستطع أن يستدير لهذا وأنا من هلأ بتمنك وتذكري هذا اليوم عندما تخوض القوات المسلحة معركة الحسن جزء كبير من هذه المجموعات المسلحة سوف تهرب باتجاه الأراضي التركية لذلك هناك تعليمات أنه ما بترجعوا هن بعثوهم شو بعثوهم على الأساس يموتوا يموتوا بيسقط النظام تصير شو ما بدوا يصير بسوريا تصير حرب أهلية ما في مشكلة لكن أنه ينتهوا في سوريا ما حدا فكر بلحظة من اللحظات أن كرة النار التي يتم إعدادها والتي ذكرها سيادة الرئيس بعنوان آخر أن كرة النار التي يتم إعدادها في الجغرافيا التركية وقدفها باتجاه الجغرافيا السورية أنها سترتد شو اللي حصل ببابا عمر يا كنانا منذ شهور عديدة منذ شهور عديدة إجوا ببابا عمر ستاليني جراد وصفقوا وزمروا وطبلوا وواء إلى آخرين ماذا فعل السوري كرة النار هذه لم تنهيه تعامل معها ككرة نار كبرت 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 وفي لحظة الإيقاع فيها انقضى عليها لم ينهيها يعني ما طفاها وليس لي صالحي أنه طفيا هلا بيسألني حدا ليش يعني ليش السوري ما طف كرة النار ببابا عمر وانهاها وخلص لا يا حبيبي ما بنهيه أنا لأنه لو بدي انهيه أنا لكرة النار ببابا عمر أنا بقتلي 200 ألف واحد من السوريين لا ما لي بحاجة لأقتل هذا هذا الكم ولو كانوا من الطرفين أنا مولي صالحي يكون في دم سوري زيادة هلا أنا بمعركة بمعركة بدي عفوا يعني في ضحايا في ضحايا ما حدا يستغرب في ضحايا لأنه في مواجهة لكن أنا ماذا أفعل هذا المجموع أحاول أن أعيده هلا لما حاصرته أم رجع على الأراضي اللبنانية هلا وأكثر من ذلك أكثر من ذلك لو أنه سوريا لم تشتغل مع بعض القوى الوطنية اللبنانية التي أوجه لها التحية كانت اليوم حرب أهلية في طرابلس نعم وممكن أن تستمر أن تمتد إلى أين إلى جغرافيات أخرى هذا ويمدك تشوفي هذا لسمح الله بتمنى ما أشوفه بالأردن ويمدك تشوفي هذا في المستقبل إذا استمرت الأمور بهذا الشكل بتركيا نعم وبالتالي هنا هذا هذا الذي حذر منه سيادة الرئيس بشار الأسد منذ الأيام الأولى لكن للأسف البعض لا يقرأ البعض يستعمل بدون قراءة والبعض لديه مشاريع ضيقة أو بسيطة يريد أن يمررها على دماء أبناء المنطقة جميعا ما في مشكلة عنده نعم إنما انتقلنا الآن إلى المحور الآخر وهو محور حلفاء سوريا بالحقيقة أستاذ خالد يعني بلغة الحلفاء اليوم أليس أي تهديد موجه وأنت ذكرت بأن روسيا هي صوتها الأعلى بالنسبة للمشهد السوري وبالنسبة لمواقفها للمشهد السوري أليس أي تهديد اليوم بلغة الحلفاء لسوريا هو موجه صراحة لروسيا آه عظيم أنا بس جبوا لي مي لو سمحتوا شباب بدنا مي شوفي يا كننا طب البعض يمتلك رؤية ضيقة لاحظ معلش معيب أنه نمتلك رؤية ضيقة في السياسة لأنه مختصصنا سياسة يعني مو كلنا محترفي سياسة مو كلنا يعني عفوا وزراء الخارجية مو كلنا وليد المعلم وفيصل مقداد وفلان لا 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 نحن وناس عاديين نطلع منلاقي أنه الروسي رفع الفيتو آه الروسي فرفع الفيتو طبعا نحن نوجه التحية للحليف الروسي ونتفهم بدقة كيف يفكر الروسي نعم هلأ بجوز في روسي بمكان ما قال لك يا أخي شو بدنا نحن بورطة سورية نطلنا وزير الخارجي الروسي عم يرفع الفيتو مشان السوري مشان شو في سوري بيقرأ بهذه الطريقة وفي روسي بيقرأ بهذه الطريقة وفي سوري بمكان آخر يظن بأن الروسي يدافع عن شخص الرئيس بشار الأسد هذه قراءات هذه قراءات نتيجة عدم الاحتراف أو عدم احتراف السياسة أو ماذا نتيجة أنني أنا أمضي في أجندة معينة فأريد أن أسوق لما أركبه الروسي يدافع عن النظام في سوريا الروسي يدافع عن خالد عبود في سوريا لاحظي ليش بدي يسوق بدي يهيج لكن هذا التهييج لاحظي لا يبنى عليه استراتيجيات هذا بعد فترة بنفس طالهم تنفخي تنفخي له عمر هلأ يا أم عمره عشر دقائق يا أم عمره سنتين لكن بده ينفس بالأخير فلذلك ماذا نقول نحن على التهييج لا تبنى استراتيجيات وهذه مهمة جدا الروسي قرأ المشهد منذ اللحظات الأولى الروسي عندما أدرك ويتحملوني أصدقائي الروس أنا أفكر بصوت عالي عندما أدرك أن هناك حلفا موجودا في هذه المنطقة منطقة منطقتنا في منطقتنا عندما وجد أن هذا الحلف سجل مجموعة من الانتصارات وكان يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها على مستوى المنطقة وأمن شيئا من عناصر الاستقرار للمنطقة لاحظي ومنع الأمريكي من أن يتقدم أكثر وينفذ مشاريعه لاحظي لصالح الروسي أن يبقى هذا الحلف أعطيكي مثال بسيط جدا 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 أنا على سبيل المثال أنا وأنت جاران أحاول أنا أن أقيم بيني وبينك في عقارين مثلا جدار هلأ بتطلعي أنت قاعدة وعم تطلعي بتقولي خالد عبود عم يساوي الجدار هذا عم يرفعه وعم يقوي للجدار تقولي والله منيح هذا الجدار أعطى شكل جميل للبيت وحماني من الرياح والأمطار وكذا وإلى آخر ويجيني حجر ويجيني كذا وممتاز كل يوم تمر إلى عندي الصوت يقولي صباح الخير يا جرنة الله يعطيك العافية وبتشدي على إيدي أنه أنا إنجز لهذا الجدار لكن لا سمح الله لو أنا أنا بيني وبينك سياج من الشجر بيني وبينك هذا السياج وأتيت في لحظة من اللحظات وقلت أنني سأحرق هذا السياج هذا ماذا يمكن أن يفعل هذا يشكل خطورة عليك تجيب لي عندي وتقول لي يا ابن العالم عملك شوي شو بدك تحرق بروح البيت تبعنا لاحظي السوري والإيراني ماذا فعل على مستوى المنطقة أنجزال جدار الجدار حمى من حمى الروسي أنا عم بسط المسائل مشان أهلي السوريين وأهلي العرب يفهم علي بدقة كيف يفكر الروسي بثوان فقط الروسي الآن في هذه اللحظة وجد أن الإيراني والسوري إلى جانب العراقيين عفوا اقتلعوا الأمريكي من العراق لأنه عرفان هو قارئ ويرايح لأنه كان عم يدير صفقة الأمريكي بحل عنكم في سوريا خلوني سنتين في العراق يعني خلوني شوي بتتغير ظروف كذا إلى أخير بدير العراق بطريقته هلأ العراقيون رفضوا الإيرانيون رفضوا السوريون رفضوا مين اللي عم يراقب اللي عم يراقب الروسي الروسي وجد أن هذا الجدار مثمر وثمين للدفاع عن شو عن وجوده وعن مصالحه في المنطقة وأنا قلت منذ الأيام هل سوف يكون صلب هذا الجدار أمام هذا الاستغلال السياسي الكبير من قبل الأميركي أو الإسرائيلي أو حتى بعض الحكومات العربية اختبره يعني أجيتي أنت باللحظة اختبره بتي أنت لا تشوفي أنه الجدار قوي قلت لي شو عم تبني شو كذا إلى آخرين حطيتي إيدك وجدتي أنه الجدار قوي هو حط إيده بس فيه بلان عنا بالسياسة ما بيعرفوا كم مرة حط إيده هو عم يراقب إسرائيل والعربان يطبلوا لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وراء إسرائيل لأسقاط حزب الله هو عم يراقب الروسي نعم شو كان عم يساوي بال2006 عم يتابع تابع من تابع إمكانية أسقاط حزب الله نعم فوجد أن جاري الإيراني والسوري اتخذا قرارا استراتيجيا يقول ممنوع سقوط حزب الله نعم بدقيقة لو سمحت أستاذ خالد آخر سؤال عن المحور الروسي هناك تصريح لافت جدا للسيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا عندما قال مهما قدمت أمريكا من تنازلات بما يخص الدرع الصاروخية موقفنا لن يتغير في أشأن السوري وفي المشهد السوري ماذا يعني ذلك هذا يعني أن هناك لاحظي قراءتين هذا يعني بأن الصمود السوري الجدار الذي تحدثت لك عنه قبل قليل بدأ يصرفه الروسي بمعنى أنه أدرك أنه أثمر معه الجدار قوي صار الأمريكي يتقرب منه والأمريكي هذا الجدار أثر فيه صده وبالتالي أنه مهما عم تلعب لي أنت على هذه الورقة لأنه هي مورقة واحدة البعض يظن أنها ورقة واحدة الاشتباك على مجموعة أوراق منها الملف النووي الإيراني منها الدرع الصاروخية منها مجموعة استحقاقات على مستوى المنطقة والعالم لكن ظاهره هو حالة الاشتباك السوري الأزمة السورية هذا ماذا يدل كيف تفسر أيضا إدراج أمريكا معظم حركات تطرف وتيارات تحت قائمة الإرهاب أو منظمات إرهابية بالنسبة الموجودة في الشيشان أيضا عظيم هذا ماذا يدل أيضا أحسنتي أنت تفتحين زوايا مهمة أن الأمريكي يتراجع أنه الروسي عم يضغط عليه الروسي يقول له أنت منهزم في المنطقة تعال هون أولا الدرع الصاروخية بيتنازل له بيقول له هذا ما بيفيد أنا ما ليموافق على هذا التنازل فقط أريد خارطة جديدة بيجي بي عفوا يقدم له عفوا جعبة كاملة من المطالب أنه أنت عم تلعب لي في منطقة من المناطق يقول له معليش أنا هؤلاء لن أفترضهم ثوارا في الشيشان وغير الشيشان أنه هدون مو ثوار هدون مجموعات إرهابية كذا إلى آخره يقول له هذا لا يكفي اضغط على مجموعاتك بالخليج العربي ما تدعم بالمال ولا تقول أن هذا إسلاما الإسلام المصدر هذا وين حصل هذا حصل في أفغانستان يا كنانا تأكد وبالتالي إذن الاشتباك هذا ماذا يؤكد يؤكد أن الاشتباك ليس أحاديا الاشتباك مركب هذا يجب أن يفهم بهذه الصيغة الروسي أدرك أنت الآن تمرين على مجموعات من العناوين تؤكدين من خلالها أن الروسي صمود سوريا أثمر وصرفه صرفا دقيقا وحقيقيا وموضوعيا وطبيعيا وصحيا وأنا أقول له عفارا ومحسنت لكن ليس على حساب السوريين أنا وين كنت أنا أقف ضد الروسي لو وجدت سمح الله أنه على حساب دماء السوريين يسألوننا سؤال لماذا أنتم منحازون الآن لروسيا أنا منحاز للروسيا لأنها لم تستعمل دماء السوريين استعملت صمود السوريين نعم ومن حقها أن تفعل ذلك لكن نحن عندما كنا لاحظي ندافع لم ندافع عن روسيا لاحظي ها لم ندافع نحن عن روسيا نحن دفعنا عن سوريا فجاء من استفاد من هذا الدفاع وليكن ما في مشكلة طالما أنه لا يلعب على عنصر الزمن لا يلعب على الضحايا من السوريين لا مولا ولا معارضة ولا يريد أن يستثمر دماء السوريين بمعنى الشخصي هو استثمر ماذا؟ استثمر صمود السوريين نعم كان هناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات أستاذ خالد عبود عضو مجلس شعب ولكن الوقت قد داهمنا شكرا لتواجدك معنا في شوار اليوم ونعتذر لأنه لم يجبنا لك مي هلأ بتشرب مي أنا أفوا كان في مجموعة من الأسئلة في أبناء اللي موجهين على صفحة على الفيسبوك خالد العبود يمثلوني فأعتقد أنني غطيتها في هذا المساء فأنا بوجه لنا التحية من خلالك أهلا وسهلا فيك دائما أستاذ خالد عبود عضو مجلس الشعب على الفضائية السورية وفي المركز الإخباري وأيضا أشكر موصول لكم للمتابعة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر